اشتركوا في القناة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من السابقين وأن يكتبنا فيه من عباده المقربين وقد قال سبحانه وتعالى مقسماً بشيء عظيم كلا والقمر وعطف بذكر مخلوق آخر من مخلوقاته فقال والليل إذ أدبر وثلث فقال والصبح إذا أسفر على حقيقة عظيمة وهي إنها لإحدى الكبر نذيرًا للبشر من الذي يستفيد منها؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة فأقسم الله تعالى بالقمر والليل إذا ولَّى وذهب والصبح إذا أضاء وانكشف أن النار إحدى العظائم الطامة جعلها إنذارًا وتخويفًا للناس لمن أراد منهم أن يتقدم إلى الله بفعل الطعات أو يتأخر إلى النار بفعل المعاصي والموبقات وأخبر أن كل نفس بما كسبت من الشر أو الخير رهينة مربوطة محتبسة مقيدة بذلك ولا تفك يوم القيامة حتى تؤدِّم عليها نذيرًا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم يقبل النذار ويهتدي للحق أو يتأخر ويتولَّى ويعرض فَمَنْ أَرَادَ التَّقَدُّمْ فَلْيَعْمَلْ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَى رَبِّهِ وَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيُقَرِّبُهُ إِلَى دَارِ كَرَامَتِهِ وَمَنْ شَاءً يَتَأْخَّرَ عَمَّا خُلِقَ لَهُ وَعَمَّا يُحِبُّهُ وَيَرْضَى فَلِيَعْمَلْ بِالْمَعَاصِي وَيَتَقَرَّبُ إِلَى النَّارِ حسب الآية الإنسان في هذه الحياة إما أنه يتقدم أو يتأخر فإذا لا يوجد شخص ثابت في مكانه مكانك راوح لا يوجد إما أنك تتقدم أو تتأخر وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَقَدُّمْ فَهُوَ فِي تَأَخْرُ وَلَابُدْ وَاللَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَالًا ثَالِثًا قال ابن القيم رحمه الله فالعبد سائر لا واقف فإما إلى فوق وإما إلى أسفل وإما إلى أمام وإما إلى وراء وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف ألبتة شوف الأفلاك والدنيا كلها حركة قال ما هي إلا مراحل تطوة أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر وليس في الطريق واقف البتة وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبط إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر قال ولم يذكر واقفاً إذ لا منزلة بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة فمن لم يتقدم إلى هذه الأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك الأعمال الصيّة ففي كل وقت ولحظة تمر على العبد تقدمه إلى الله إذا عبده وتقربه منه فإذا اشتغل بغير الله تأخر عن ربه فإذا عرف العبد أنها ليست إلا أنفاس تتلاحق ودقائق تتسابق وأنه لو أحصى نصيبه منها لوجده ينقص كثيراً عن عمر بعض الطيور والزواحف والأشجار ربما فاقت بعض السلاحف بعض الناس في الأعمار فإذا علم أنه مخلوق لحكمة واضحة وغاية محددة وهي عبادة ربي سبحانه لم يتاوان عن ذلك ولم يتأخر ولم يشتغل بغيره وأعمل بدنه في طاعة ربه وقلبه في التفكر وكذلك تدارك النقص والتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ومن لم يكن في تقدم فهو في تأخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفسة فمعتقها أو موبقها كل واحد يخرج الصباح يغدو إما إلى شيء يعتق به نفسه من النار وإما إلى شيء يجعل نفسه تتهاوى فيها الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع النفسه فمبقها كما جاء في رواية لأحمد كلهم يسعون فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعة فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيبقها ويهلكها فرأس مال الإنسان في الدنيا عموره جُعِلت كسوق قائمة والسلعة فيها العمل والعامل الإنسان ومن اشتغل بخير ربح ومن اشتغل بشر خسر وهذه دار سباق ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالمسارعة والمسابقة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله والأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات وقال الله عن أقسام العباد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والسابقون السابقون أولئك المقربون وهذا يفلح ويزكو قد أفلح من زكاها وذاك يخيب ويخسر وقد خاب من دساها وقال ربنا فإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه وأخر وجاء في حديث البراء لما يأتي الميت عمله الصالح في صورة حسنة يقول له أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بخير من أنت فيقول أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فاجزاك الله خيرا والآخر يأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم فيقول وأنت بشرك الله بالشر من أنت فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئا في طاعة الله كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا والحديث راه أحمد وصحى عول ألبان قال الحسن والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه وجاء في الحديث وإليك نسعى ونحفد راوى الميق وحديث صحيح ما معنى نحفد يعني نسرع في العمل فمن شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها كما قال ابن عباس في تفسير الآية فإذن نحن نستطيع أن نفعل عندنا إرادة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة فأنت الذي تختار وعليك اتبعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر